السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء نجدد لقابكم في موضوع جديد وهو بعنوان حيوان الرميح أو الأنفيوكسيز لانصلات في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع أو إلى هذا مثال عن الحيوانات الحبلية عن الحيوانات الحبلية الذي يدعى بالحيوان الرميح أو السهين أو الأنفيوكسيز أو اللانصلات هذا الحيوان في بادئ الأمر كما نلاحظ في الصورة الآتية يمثل العلماء يهتمون بدراسته لنقطتين مهميتين النقطة الأولى أنه يمثل الصفات الأساسية التي ذكرناها في الفيديو السابق عن الصفات الحيوان الحبلي أي حيوان حبلي مثالي يمثل الصفات التي كما ذكرنا هي الحبل النوتو كورد والنيرف تيوبل أو نيرفال تيوب والجيوب الخيشومية أو الجيلز سلوت والكودل أو التيل الذنب هذا الحيوان في بالي الأمر يعيش في بيئة مائية حيوان جدا بسيط يعيش في بيئة مائية طوله لا يتراوح من 2.5 إلى 8 سنتيم شكله يكون على شكل لانسلت آر سكيلسلس يعني على شكل مدرج يتواجد عادة في البيئة في جميع المحيطات خاصة في المناطق الضحلة المياه الضحلة حيث أنه يكون يدفن نفسه في الرمال خلال النهار وفي الليل يبدأ نشاطه في التغذية كما سوف نستعرض هذا في الفيديو هذه صورة حقيقية لحيوان الرمح أو الحيوان الأنفيوكسيز لانسلت وهناك عدة صور أخرى هذه صورة للجهة الأمامية للحيوان المقربة نلاحظ أن الحيوان شكله شفاف عجيم الصبغة أي الجلد المالته لا يحتوي على الصبغات أخرى لهذا اللي نلاحظ الأعضاء الداخلية والأحشاء الداخلية تكون ظاهرة للعيام هذه صورة أخرى مطمورا في الرمال ويظهر جزءه لعلوي الآن نعود إلى الكلام عنه لهذا الحيوان هذا الحيوان يعود إلى أو يصنف ضمن سيفالو كورديتا أو صبفاينم سيفالو كورديتا ذيلية أو نسميه رأسية الحبل الظهري لأن الحبل الظهري يتواجد من على طول سطح الجسم الظهري التسمية أتت من لنصلة أتت يعني من أنه الإبرت الجراحة أو لنصلة لنصلة الصغيرة حيث تمتلك حافتين حافتين يعني مثل أتوس إج السيريجيكال نايف أما تسمية أنفيوكسز هو تسمية لاتينية أنفيوكسز يعني ثنائي الجهتين يعني جهتين تقريبا يعني متشابئ أو مدبب الجهتين لأنه من نهايتين الأمامية والخلفية تكون مدبب ومتسع في الوسط النوتو كورد الحبل الظهري اللي كما ذكرنا في الفيديو السابق عرفنا على أنه هذا الجسم أو التركيب الصلب أو التركيب الغضروفي العصوي الشكل الذي يمتد على الجهات الظهرية على طول طول الجسم هذا سوف يتواجد على طول حياة الإنسان عفو حياة الحيوان الرمح لنصرت يقضي لنصرت يقضي لنصرت انتيرر اند بروتور ريو ديكاني سويم يستطيع استباحة لأنه يمتلك زعنفة ظهرية ذيلية بطنية على طول الجسم ولا يمتلك زعانف جانبية كما في الأسماك ولكنه نادرا ما يقوم بعملة استباحة كما يذكر في هذا ديكاني سويم although they're really do so the muscle العضلات can easily be seen serious discrete block عضلاته تكون على شكل قطع معقلة كما سوف نلاحظ في الصورة التي أمامنا حيث هذه العضلات يعني في هذه الصورة يبين أوضح أو يعني في الصور الآت يعني في الأسفل على شكل حرف V قطع عضلية تسمى المايو تومز المايو المايو تومز هذه القطع أو القطع العضلية للحيوان اسمه العلمي أو برانكيو برانكيوستوما لانسولاتيوم لانسولاتيوم هذا الحيوان كذلك كذلك أنه يمتلك الفرانجيال كما ذكرنا في الدرس السابق من ناحية الصفات الحيوانات الحبلية أنها تمتلك الجيوب البلعومية أو الشقوق البلعومية التي تساعد يعني أما توقع على طول فترة حياة الحيوان كما في الرمع أو قد تتحور إلى خياشين تتنفس الهواء المذاب في الماء أو قد تتحول إلى رئتان أو قد تختفي يعني في الأطوار البلعومية كما في الإنسان وتوقف في الأطوار الجنينية يعني هذا الحيوان كذلك أنه مثل ما ذكرنا حيوان لا يحتوي على أي صبغة في الجلد هذا الحيوان لهذا سوف يكون شكله شفاف هذا الحيوان لنصر الجسم يكون يعني حاد نهاية السهم كما أنه هذا الحيوان لا يمتلك جهاز عصبي متطور مجرد نيرف تيوب أو تيوب أو نيرف كورد الحبل العصبي الذي يوجد فوق الحبل الظهري ويتميز ويتميز بوجود يعني بعض البقع العينية أو السبوتلايت أو السنسوري تكون هذه الوحيدة في هذا الحيوان تغذية تغذية هذا الحيوان تتم عن طريق الترشيح أو الفلتر فيدنج طريقة وطريقة تكون معقدة حيث يتغذى على البلانيكتون أو الهائمات البحرية من خلال عمل تيار كريتد باي بيتنج سيليا نرجع للرسم نلاحظ أن هناك هذه التنسلتس أو الأهداب أو الذؤابات الفمية هي التي تعمل على عمل تيارات مائية تدخل بالدقائق الغذاء ثم تخرج من خلال يعني الماء يخرج من خلال فانجيل سالتس يعني يعتبر إكتكريتوري سيستم لهذا الحيوان كما أن هذه السيليا تغطي فتحة الفم والفم يلي يعني إذا نتكلم عن الجهاز الهضمي يلي الفم البلعوم توجد على جانبي البلعوم تعددها تقريبا ذكرنا في الفيديو السابق كم كان عددها نعم 180 ينزوج على جانبي الحيوان جانبي جسم الحيوان هذه تمنحه يعني خروج الماء هذا يعتبر تكيف فور فلتر فيدن أما الأشياء the oral hood project beyond the mouth and bear sensory tentacles which also ring the mouth يعني يوجد هناك تركيب خلف الفم يسمى الحجلة أو هذا التركيب مثل يعني أو العجلة تحمل على التحريك الماء بالنسبة للتكاثر في هذا الحيوان هذا الحيوان الأجناس تكون منفصلة ويحتوي على المناسل المتمثلة بالتستس في الذكور والأوذري في الإناد لكن لا يمكن التمييز بين الذكر والأنثى من خلال المظهر الخارجي إلا من خلال ماذا نعم من خلال التشريح العلماء يركزون في الدراسة على هذا الحيوان قد يتبادر لذلك طلبتنا الأعزاء مثل ما ذكرنا النقطة الأولى أنه يمثل ناموذج للصفات الحيوان الحبلي كما أنه النقطة الثانية أنه يمثل حلقة وصل بين الحيوانات اللافقرية والحيوانات الفقرية لكنه لا يمتلك عامودا فقرية لذلك نرجع ونكرر العبارة أنه ليس كل حيوان حبلي هو فقري ولكن كل حيوان فقري هو حيوان حبلي يعني العلماء بيولوجستس علماء الأحياء are not sure whether lancelot are primitive or the actually degenerated fish يعني هذا الكلام يعني يتكلم عن التطور يعني لا يعتقدون أنه هذا الحيوان يعني يعتبر صفة طورية من الأسماك تطورت من عنده The fact lancelot feed by means cilia and have single layers skin cobald with the distinctive features of the excretory system suggests this ancient group of core data هذا يعني يمثل هذا الحيوان يعني فيه صفات ولكن يعتبر من الحيوانات القديمة هذا حتى يسمون العلماء pro core data حيوانات حبليات أولية يشمل هذه الصفة إلى الصفة core data وال euro core data وهذا الرسم يوضح الحيوان حيث يبدأ بفتحة الماث ثم الفار نيكس ثم digestive tract لتشمل stomach and intestina وتنتي بفتحة المخرج كما أنه يحتوي على على يحتوي على على تيل الذنب فتحة المخرج أنص segment muscles أو myotomes atropor والأترم ما هو الأترم هو البهو هي منطقة التقاء طيّتين الجانبيتين على الحيوان يعني الطيّة الأمام يعني إذا لاحظ في هذه الصورة التي في أمامكم هذه الصورة هناك يعني الزعنفة هذه الزعنفة تمتد من بداية الحيوان إلى نهايته ثم هنا الطيّتين الجانبيتين من الجهة الأخرى تشكل عندنا الأتريوم هذا الرسم يعني يوضح الفرونت آي المطبقة العينية المتحسسة sensory off-light Neural tube الذي يمثل النيرف كورد العبارة عن أمبوب عصبي التي تواجد فوق النوتا كورد باللون الأحمر segment muscles أو هي القطع العضلي تكون على شكل حرف V مرتبة بترتيب هذه segment المناسل مرتبة على شكل معقل قطع Guts المعي يعني القناة الهضمية أي نصر فتحت المخرج فان جل 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 سلت البلاعيم الخيشومية أو تجيب البلعومية Mouth oral سيراي الذؤيبات أو الأهداب oral سيراي Mouth الفام حيوان جدا بسيط مثل ما ذكرنا طوله تقريبا 7 سنتيم متوسط طوله 7 سنتيمات يقضي حياته يعني حياته مطمورا في الرمال كما موضح في الصورة بس تظهر منه الفتحة أو الجهة الأمامية هذه الجهة الأمامية هذه الصورة حقيقية لهذا الحيوان هنا هذا غطاء يسمى النقاب VILOM يفصل فتحة الفم عن الفارنكس هذه الذؤابات أو الأهداف السيلية هذا التركيب يسمى الخطم البروز ريسترام هذه المنطقة الظهرية هذه المنطقة الظهرية يمتمثلة بالنوتو كورد والنيرف كورد التمتدان على طول جسم الحيوان إلى هنا طلبتنا الأعزاء ننتهي من هذا شرح هذا الفيديو لهذا حيوان الرمح أي سؤال أو أي استفسار إن شاء الله سوف نتم مناقشته في الدرس هنا موضوع يعني الحبليات اللافقرية لا يتم ترك عمود فقر تشمل عدن التونكيتا أو سمينا الأسيدية أو اليورو كورديتا واند لانسلوت لأنه نعرف مصير النوتو كورد هو تكوين العامود الفقري أو الفقرات 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 مثل ما ذكرنا على حلقة وصل بين الحيوانات الفقرية والحيوانات اللافقرية أرجو أن وفق من الله سبحانته في إعطاء هذه المحاضرة واستودعكم الله وفق وفق